إذا كبرت إيش بدك تصيري إنتي؟ تشتغلي معنا هون في المشفى؟ والله؟ انتفقنا؟ فاطمة بنت عمره عشر سنوات تعرضت لإصابة إصابة عمل بشكل أو بآخر خطأ أنه علق شعرة في ماكينة لتوليد الكهرباء فمولدة قشاط لتوليد الكهرباء فأدى إلى انقلاع كامل فروة الرأس بشكل كامل هذا الحكيم من ثلاثة شهور تقريباً أخذت فترة علاج كتير طويلة علاجه هو على ثلاث مراحل قطعنا شوطين منهم مرحلتين من فضل رب العالمين بنجاح المرحلة الأولى هي إرقاء النزل الكشف عند العظم في الجمجمة فاضطرنا أن ننقل كميات كبيرة من الدم نعمل عمليات تقشير لعظم الجمجمة ومثم تنمية نسيج ملائم للحياة هذه أول مرحلة وستغرقت معنا وقت طويل صراحة وكانت مرهقة لنا وللطفلة حالياً الطفلة في حالة النقاها وأمورها كتير جيدة عم نخطط خلال الأسابيع القادمة للمرحلة النهائية اللي هي التطعيم الجلدي اللاحق نحن استطعنا نوفر كامل العلاج بتقنيات عالية مجاناً وبجودة مرتفعة من فضل رب العالمين المشفى عبتطور بشكل كتير كبير في قيمة مضافة حقيقية عبتتم يعني كل شهر في تطوير جزء من العمل يومياً بحدود الأربعين إلى الخمسين عمل جراحي فحفنا كتير كبيرة عند اللي بنشوف عم نعيد البسمة لأهل الطفلة وللطفلة نفسها أنه هي عبترجع بتعيش حياتها بشكل كتير قريب من الطبيعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر